مساء الفل مصر وغانا الكلام اللي انت هتسمعه هنا والرأي ده تالي مش هتسمعه في مكان تاني لانه كل الناس بتخاف اكل عيشها انا ما بخافش ومش فارق وسواء اعلاميين بقى سواء حتى رضو عبد العال اللي دايما بيحب يعني انه يعني يقول كل حاجة بكل جراءة لكن الا صلاح لان صلاح طلع وقال ان هو بيتفرج عليه حاجة كده فبقى بيحليط لصلاح طبعا اللي احنا بنشوفه ده دي مصيبة كل اللي احنا بنشوفه ده بالمستوى ده ولكن الفكرة كلها والسؤال اللي كتير بيسألوه كل المصريين وانا عارف ان فيه لعيبة بتشوفني على فكرة بس اسمعوا مني يعني ناس كتير بتقول ان اللعيبة ما بتحبش صلاح اللعيبة مجرد ما صلاح طلع ابتدى كل واحد يلعب لعبه ابتدى ما يعتمدش ان هو لازم ما باصل صلاح هل ده حقيقي انا ما عرفش بس ده حسيته الموضوع مش موضوع غير على البلد ولا مش اللعيبة دي يعني انا بشوف مش مفيش روح لكن مفيش تناغم وده جاي من المدرب المدرب ميح يا جماعة المدرب انا يعني انا مش واحد قروي يعني اه واسه بشوف بقى بشوف كرة من قدية تلاتين سنة دلوقتي من وانا عايلي مدرب ميح وده بيرجع لاتحاد كرة ميح برضو اتحاد كرة كلها هتشغال في اربع خمس شغلانات كل الاحترام بقى الحزم من مامو محمد بركاته والعالم دي اجماعة اجماعة كفاية اجماعة واحد زي يعني الواحد بقال له من الفين وعشرة بقالنا كم سنة بقالنا اربعتاشر سنة اه اربعتاشر اربعتاشر سنة مستنين اه روح من بتاعة حسن شهادة ده شكلنا مش هنشوفه اللي حصل هو ان كان كل واحد بيلعب بطريقته اه انا بشوف انه صلاح مش هقول لكم مظلوم ولكن اه اه صلاح نجم كبير قوي قوي ولكن في المنتخب معرفش يعني انا مش عارف ايه اللي ممكن يعمله اه يحسن شوية الدنيا اه مرموش وتريزيجيه افيت كتير من صلاح على اقل الفترة دي على اقل دلوقتي احنا في كارثة بالمستوى ده هنصعد ولا لا ما ظنش ما ظنش صعبة شوية لانه جزر الامر كاب فيردي ده جامد جدا جدا يعني كسب غانا لك انت تخيل يعني اه مش عارف ايه اللي ممكن يتم مش عارف اه ايه الحل في حاجة زي كده اه مفيش حد سايق في المباراة غير بس انه انني اتظلم انه بيلعب وده ناتج من المدرب مش منني انا مسلا لوحد مش قادر يلعب مش هقول له مش قادر يلعب انت نزلت لعب تاني ايش طيعة بس ازا كان قاعد عشرين سنة في ارسنال احتياطي احنا في مشكلة كبيرة بالتعدل ده انا معرفش ايه اللي ممكن يحصل ولكن هل فعلا اللعيبة ما بتحبش صراح هل حاسين بلود جامد وما يقدروش يقوله كده هل اول ما طلع خلاص بقى كل واحد ابتدى يحس ان هو نجم في الملعب وبيشتغل هل اتحاد الكرة ده لو احنا طلعنا من الدور ده او ما خدناش البطولة هيمشي ولا مش هيكون عنده دم وهيكمل معرفش بس الواحد جاب اخره من مدرب عمرو ما ادرب منتخب كلها اندايا وانا عارف ده اندايا في السعودية وكده وانه ما فيش اي جملة تاكتيكية فيش جملة محمود الجهري اللي اتعاملت في تمايه وتسعين بتاعت احمد حسن طرق مصطفى هاني رمزي او هاني رمزي احمد حسن طرق مصطفى او سوري حسام يعني مش مش متذكر بالزبط ما كانش هاني تقليل ام مش شايف اي حاجة جمالية في المنتخب قلت بقى هننزل نلتهم ام غانا بلايت ان احنا احنا اللي بنتروأ ام اخطاء دفاعية خروية ام مشكلتي بس كمان مع ام صلاح هل هو طلع مصاب ولا طلع يهدي يعني يعبدل ما ما يبدله يقول له خلاص من الاخر ايش طي يعني ده هنعرف مماطش الجاي مماطش الجاي اللي وصلاح لا بيبقى يبقى اسمه ايه ده يبقى مفيش حاجة اسمها كده يبقى ما كانش مصاب ولا حاجة عموما والحاكم زال خارع حاكم حاجة 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 رمه يعني قولوا لرأيكم ايه في المماطش مفيش تحديد مفيش ايه حاجة بس بس بقولوك يا جماعة يعني كمية عك في الاتحاد والمدرب واللعيبة والدنيا مش سالك يا جماعة بالاخر واللعبة دي لو كملت من غير صلاح يمكن ممكن ناخده البطولة بصلاح ممكن بس لازم نرجع للسنة اللي قبل لفاتة الروح تبقى جماعية اكتر ده اللي كان عندي النهاردة اشوفكم فيديو بديد صليم